مشكلة كبيرة بتقابل كل واحد مستثمر او كل واحد بيشتري عقار وهو بيستلم العقار بيبقى مش عارف يستلم ازاي جايز تكون دي اول مرة ليك بتشتري فخليني بس ألفة نظرك ان موضوع استلام العقار من مطور موضوع مش سهل وكمان ان انا دور على مستأجر دي كمان مشكلة تانية العقود بتكتب ازاي اكتب عقد شكله ايه دي مشكلة تالتة تلات مشاكل او تلات تحديات رئيسية كل مستثمر عقاري لازم يكون فهمها كويس مش بس المستثمر انت كمان كوسيط عقاري المشكلة ان انت بتفضل ورا العميل لغاية لما يشتري واول ما يشتري علاقتك بتنقاطع بيه تماما وكأنه اصبح عدو خليني النهاردة انبهك كوسيط عقاري وانت كمان كمستثمر بعد ما نشتري وبعد ما نمضي العقد هنعمل ايه لما نستلم لازم كلنا نعرف هنعمل ايه بالضبط اول ما نستلم انا كوسيط عقاري علشان اقدر اشرح للعميل لما يستلم يبقى يعمل ايه ايه اللي مفروض ياخد باله منه وانت كمستثمر تبقى عارف وتكتب الكلام ده او تحفظ الفيديو ده علشان لما تيجي تستلم تبقى عارف بالضبط ايه الحقوق وايه الواجبات بالنسبة ليك وبالنسبة للمستاجر خليك معي لاخر الفيديو ويا ريت تتفرج عليه كله علشان هيبقى فيه كلام مهم جدا في مصلحتك قبل ما يكون في مصلحتي انا اشرف علام واهلا بكم في المغبر العقاري موسيقى موسيقى اهلا بكم زي ما قلنا في الاول هنتكلم النهاردة عن هنعمل ايه بعد التسليم طيب علشان ما نضيعش وقت احنا النهاردة المطور خلص المشروع والحمد لله في معاده او في غير معاده المهم من المشروع خلص وبعتولي ايميل او اتصلوا بيا تعال استلم وحدتك طيب اول حاجة هعملها ايه من التلات تحديات اللي قدامي علشان استلم وحدتي عادة طبعا المطور بيديلك معاد بيبعد حد من عنده يقابلك جوه الوحدة اللي بيسلمها لك اللي انت اشتريتها وتراجع عليها علشان تنضيله انك استلمت لازم توقع انك استلمت الوحدة دي وان ما فيهاش مشاكل وان انت موافق على كل حاجة اذا لازم تاخد بالك من كل حاجة وتراجع كل حاجة بنفسك طبعا العخرات انواع الاهم طبعا في اليومين دول بالذات موضوع العاصمة هو التجاري والاداري وطبعا فيه سكني فانا هتكلم عن التلاتة هتكلم عن ازاي نستلم التلاتة لكن طبعا موضوع الايجار بتاع التجاري والاداري هو ده اللي هنركز عليه لما ندخل في الجزئية بتاعت الايجار دي طبعا هتفيدك اكتر كمستثمر عنده مكتب او عنده محل ناوي اجره طيب فيه ورقة او مستند كده اسمه محضر الاستلام بيبقى موجود مع الراجل بتاع المطور محضر الاستلام ده مكتوب فيه كل حاجة موجودة جوه العقار ده طبعا كل مصادر الكهرباء مصادر المية مصادر التكييف كل الحاجات دي مسكورة علشان يتكتب عليها او يتعلم عليها تشك كده ان هي مصبوطة وشغالة وان انت موافق عليها وطبعا لو شقة هيبقى فيها طبعا كشف كتير هتاخد وقت اكتر لان فيها طبعا غرف وكل غرفة ليها باب وليها شباك وليها مصادر كهرباء وفيه كذا حمام حمامات فيها مصادر مية والمطبخ فيه مصادر مية فالموضوع في الشقة بيبقى طويل شوية لكن احنا همنا نعرف هنبص على ايه في اي حاجة من التلاتة مفروض بيكون المطور حاطط لمبة في كل مصدر كهرباء منزل لي لمبة عشان اجرب بيها الكهرباء فانا لازم انور كل لمبة في كل قوضة واشيك على كل فيشة كهرباء اشيك ازاي اجيب معي اي حاجة اجيب معي شاحن واجيب معي مثلا باوربانك قديم بلاش موبايل انك هتدخل وتخرج كتير فممكن يبوز فتجيب معيك باوربانك قديم كده مستغني عنه المهم انه ما يكونش حاجة غالية تجرب كل فيشة ما تسيبش فيشة في المكان ما تجربهاش لو في حاجة مش شغالة في الحاجات دي اكتب عندي واقول له انها مش شغالة لازم اكتب عندي انا كمان ما اكتفيش ان انا اقول له دي مش شغالة فهو يكتب وخلاص لأ انا لازم عندي مرجع لنفسي علشان ارجع بعد كده الزيارة الجاية اراجع تاني بعد كده اشوف بقى مصادر المية كل الحنفيات اي حنفية في اي مكان في بني وفي اي حاجة في كل في التولتات في كل حاجة اي مصدر مية افتحه واشوف شغال ازاي واشوف ضغط المية مهم جدا كمان ضغط المية ما يبقاش مية وبس ضغط المية ضعيف اكتب تمام كده نخش على اللي بعدها تكيف لو تكيف مركزي افتح التكيف واشوفه شغال بيسقع وللأ لازم اجربه ولو فيه مشكلة اكتب عندي طيب هل فيه حاجات اكشف عليها طبعا وارجع فكرك انا بتكلم عن شقة لكن الكلام ياسري على اي حاجة طبعا فيلا مكتب محل اي حاجة طيب اللي بعده ايه اللي بعده ان انا اكشف على الابواب باب كل قوضة بيقفل كويس وبيفتح ولا البيبان ما بتقفلش كويس او ما بتفتحش كويس او بتعمل صوت اي حاجة اشوفها في حركة البيبان بتاعت كل باب والاكرة بتشتغل من جوه ومن برا كويس تمام لو فيه مفاتيح هو حتطفل لقفال اجرب المفاتيح بتقفل وتفتح تمام تمام من جوه ومن برا تمام تمام الشبابيك وباب البلكونة مثلا طبعا لو فيه بلكونة الشبابيك بتفتح كويس الشبابيك عادة كلها سلايدين كده منزلقة يعني فاجرب بتفتح كويس وبتقفل كويس ما فيش حاجة بتعطلها لقفال بتاعتها شغالة كل حاجة اشوفها شغالة ولا لا اكشف على كل حاجة بكل قوضة انا كده خلصت الببان وخلصت الشبابيك وطبعا كل مصادر المياه والحاجات البقية اللي تكلمنا عنها طيب بعد كده ايه بعد كده اهم حاجة الحيطان هبص على الحيطان ممكن الاقي شرخ او شق في الحيطة او اي حاجة او بقعة او اي حاجة ابص على كل قوضة على الاربع حيطان وعلى السقف وكمان على الأرضيات الحتة اللي تحت والحتة اللي حوالين الببان كل ده ممكن ألاقي حواليه معجون ألاقي دهان طالع مفروض يبقى على الخشب طالع على الحيطة أو العكس أي حاجة من الحاجات دي متعجبنيش أتكلم عنها يبقى أنا كده كشفت على كل حاجة ولو كله تمام خلاص بواقع أن أنا راضي وكله تمام وبمضي عشان بعد كده أخلص أوراقي إذا كان فيه دفعة استلام هدفعها واخد المفتاح وخلاص طيب طلع فيه مشاكل براجع بقى الورقة اللي معايا دي مع اللي هو كتبه يقول له أنت كتبت إيه يقول لي الغرفة الفرنية يبقى حتنين تلاتة مصبوط راجع معاه لقيت حاجة نقص أقول له لا أنت ما كتبتش دي اكتب دي وخلي بالك الموضوع مفيش مشكلة خالص بالنسبة للمطور لأن المطور ما بيدفعش فلوس في الحاجات دي اللي بيصلح وبيعمل الكلام ده كله شركة المئاولات بيبقى مخصوم منها جزء تقريبا 5% من توتا للتكلفة بتاعت المشروع المطور بيحجزها لغاية لما يخلص الراجل ده تسليم الناس كلها وبيفضل حجزها لمدة سنة كمان علشان أي مشاكل تظهر المئاول العام ده مسؤول عن كل حاجة فهيدور معاك على الأخطاء ما عندوش أي مشاكل خالص ما تقلقش من الحتة دي أبدا وتلاقي بعدها بيومين تلاتة بالكتير داخلين يشتغلوا ويخلصواها لك ويرجع يكلمك يقولك تعالى استلم تاني تستلم طبعا تشوف المشاكل اللي كان متعلم عليها إيه وترجع تراجعها كله تمام توقع يبقى كده خلاص موضوع الاستلام علشان ما نطولش طيب الخطوة الجاية إيه الخطوة الجاية بقى أنا عايز أقجرها هعمل إيه هدور على مستأجر طب هدور على مستأجر إزاي أول حاجة تعملها لو أنت اشتريت من وسيط عقاري ترجع له تقول له يساعدك إذا كان شركته بتأجر أو ما بتأجرش يرشح لك حد أو يقترح عليك شركة تكون متخصصة في موضوع الإيجار ويقول لك تتعامل مع الناس دي تمام إنت بقى اشتريت من المطور ما اشتريتش من وسيط عقاري يبقى تشوف شركة محترمة تسأل الناس تسأل المطور نفسه برضو ممكن يساعدك إن يديك اسم شركة محترمة تاخد العقار بتاعك تأجره لك بس نصحتي لك بقى أهم حاجة وقوع تاخد بنصيحة غير النصيحة دي الناس كلها تقول لك ادي العقار لعشرين شركة أي شركة عقارات عايزة تاخدها اديها لها علشان تتأجر بسرعة اوها تغلط الغلطة دي دي أكبر غلطة تغلطها في حياتك وخصوصا في المشاريع الجديدة ليه بقى؟ لأن لو في العاصمة مثلا نفترض مئة ألف عقار هينزل مرة واحدة للإيجار في السوق مكاتب ومحلات لو كل صاحب عقار من دول ادي العشرين أو حتى عشر شركات معنى كده ان هيبقى في السوق مليون عقار معروض لأن الشركات بتاخد العقارات دي تحطها على البرتلز او على الويت سايت بتاعت الاعلانات المتخصصة فكل الشركة هتاخد عقارك تعلن عنه فطبعا اللي داخل يشتري او داخل يأجر هيلاقي كم رهيب من العقارات معروض للإيجار او للبيع هيلاقي كم اكتر من السوق عشر او خمستاشر مرة فحيقول اه دا المعروض كتير لا الاسعار دي غالية لا 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 انا مش هدفع ويدخل اول حاجة يعملها انه يفاصل معاك يمكن بنص السعر لانه شايف ان فيه عقارات كتير وهيقولك كده العقارات في السوق مرة رطة ما حدش بيأجر مش هتعرف تأجرها وممكن وسيط عقار يقولك الكلمتين دول إيه حأجر بسرعة اي سعر يجيلك مش مهم المهم تأجرها بدلا ما تسيبها فاضية لأ سيبها فاضية لانك لو بتديت بسعر قليل جدا عن السوق السوق كله هيتكرر وراك الناس كلها هتمشي وراك لو انت اجرت النهاردة مفروض بتأجر بخمسين الف في الشهر وفقت على خمسة وعشرين خلاص الناس اللي جنبك كلها هتأجر بخمسة وعشرين كل واحد يجي اجر هيقولك ده اللي جنبك ههم اجر بخمسة وعشرين هتلاقي نفسك انت تسببت في انك بوست السوق بنفسك سوقك انت بوسته لانك اديتها الكذا شركة وشركات كمان مش محترفين وعايزين يأجروا بسرعة وخلاص فبيقولك يلا اي سعر فما تغلطش الغلطة دي ولا تديها لشركات كتير اديها لشركة واحد ده بس اكسلوسيف حصري للشركة دي يبقى هم المسؤولين عنها وتمضي معهم عقد ثلاث شهور ان هم يأجروا خلال الثلاث شهور حبيت تجدد حبيت محبيتش تقدر تديها لشركة تانية برضو ثلاث شهور المهم ان هو يبقى حصري عشان لو يبقى فيه مئة الف عقار يبقى فيه مئة الف اعلان تمام كده فهمنا النقطة التانية خلاص طيب النقطة التالتة يجي لك بقى مستاجر هنعمل ايه بقى العقد هنعمل فيه ايه العقد ده مهم جدا وحتى الوسطة الع العقاريين اللي مش متخصصين في التجاري والاداري ما بيبقوش فهمين يتحط ايه في العقود اول حاجة لازم تفهمها انك انت لازم هتدي الراجل اللي جاي يأجر ده فترة سماح حاجة اسمها جريس بريود اللي هي فترة سماح انه هو يجهز المحل بتاعه ده مش شقة وانت أجرت شقة المستاجر ممكن يجي تاني يوم على طول يحط العفش ويسكن لكن مكتب او محل طبعا مستحيل عايز توضيه بشكل معين فحسب المساحة بتاعت مكتبك او محلك هتدي له الفرصة دي او ف فترة السماح دي من شهر لتلت شهور يعني اعتمد معها العقد لكن الاجار يبتدي يدفع من تلت شهر او من تاني شهر حسب اتفاقكم زي ما قلت وحسب المساحة فدي اول حاجة تعمل حسابك عليها انك مش هتأجر المكان من تاني يوم مش هيجي لك فلوس من تاني يوم طيب يدي واحدة حاجة تانية من ان لازم اكتب في العقد الفترة اللي هنتفق عليها سنتين تلاتة زي ما يكون لازم اكتب ان في زيادة عشرة في المية كل سنة ده الطبيعي اللي بيحصل في مصر كلها يبقى دي واحدة الحاجة التانية لازم يبقى فيه شروط جزائية الشرط الجزائي ليه لو هو حاب يخرج قبل المعاد لازم يبلغك قبلها فترة كافية وليكن تلت شهور او ست شهور حسب ما تتفقوا ولو ما عملش كده وجاء قبلها بشهر مثلا قال لك لأ لابقى نكتب في العقد كده لو اديك نوت ان هو يمشي قبلها بشهر مثلا يخسر بقى التأمين يخسر نص التأمين المهم ان هو لازم يخسر حاجة لان هو هيتسبب فعطلة ليه عبال ما تلاقي واحد تاني هتقعد تلت اربعة خمس شه حاجة كمان ان هو لما يجي يجدد برضو يجدد قبلها بفترة قبلها بشهرين مثلا يكلمك ويقولك عايزين يجدد سواء العقد سنة اثنين ثلاثة زي ما يكون المهم ان هو برضو بفترة كافية يكلمك قبلها علشان تبقى انت متأكد وعارف خلاص ان كله تمام ومضية العقد الجديد وسرتاح الحاجة التانية انك تكتب في العقد ان هو لازم يسلمك الوحدة زي ما استلمها طبعا هو يستلمها جديدة جديدة خالص جديدة لانجر فلازم يسلمها لك زي ما استلمها متبيضة ومتنظ اضافة وكل حاجة ما يسيب لكش حاجة لان انت هتحد الحاجات دي مش تعرف توديها فين واللي جاي بعده هيجيب حاجته فما تخلوش يسيب اي حاجة هناك يشيل كل حاجة ويرجعلك الحيطان نظيفة زي ما كانت دي اهم حاجة طيب الاهم بقى من كل ده انت عندك شروط في العقد بتاعك مع المطور في كراسة كده بيسلمها لك المطور اول ما استلم الوحدة فيها كل الشروط الفنية بتاعة الوحدة تشتغل في الدكورات ازاي وتعمل ايه ولو هتيجي داخل تدخل منين تصبت دخول الحاجة او خروج الحاجة كل الشروط الفنية موجودة في كراسة كده هيدهالك فالكراسة دي تاخدها كوبي كده الحاجات الشروط دي وتحطها في العقد عشان هو يلتزم بيها لان انت المسؤول قدام المطور مش هو دي واحدة الحاجة التانية هتلاقي برضو في العقد جزء بيتكلم عن الحتة دي هتلاقي العنوان بتاعها اسمه التسليم الشروط بتاعة التسليم دي كمان برضو تاخدها تحطها في العقد اي حاجة تخص الوحدة واي حاجة تتعمل جوه الوحدة دي هتلاقيها في العقود تاخدها تحطها في الع في العقد بتاعك عشان هو يلتزم بها من ضمنها مسلا ان هو ما يعملش يفطة برا الا بمقاس معين وشكل معين ان هو مسلا ما يتخلص من القمامة الا في الاماكن المخصصة لها ان هو ما يغيرش حاجة في الوجهة حاجات كتير تخص شكل الوحدة الخارجي بالذات وكمان الداخلي وازاي يعملها وامتى يعملها والمواعيد اللي بيعمل فيها كل ده لازم تمضيه عليه حاجة كمان مهمة جدا ان المطورين بيطلب من المحلات تجدد كل خمس سنين ده الاتجاه العالمي اه ما عرفش طبعا هيحصل ليه في العاصمة لكن ده بيحصل في كل المولات الكبيرة بعد خمس سنين لازم المحل يقفل ويجدد الدكورات بتاعته ويرجع يفتح تاني بشكل جديد علشان المول يفضل دايما جديد وانضيف فطبعا انت لازم تعرف الفترة دي قد ايه لو مش مكتوبالك في العقد تسأل ازا كانت موجودة او شرطة ولا مش موجودة مع شركة الادارة على الاقل علشان تبقى عارف دي بتتعمل كل قد ايه لانها لما تتعمل المحل لما يقفل مين هيدفع ايجار هل الراجل هيستمر في دفع الايجار لازم طبعا تبقى عارف الموضوع ده علشان تبقى متفق مع الراجل انه لما يحصل الموضوع ده ويجي يقفل تتفق مع بعض بقى هل انت مش هتاخد ايجار في الفترة دي خالص ولا هتاخد نص الايجار لازم القصة دي تبقى مفهومة لانه ممكن يقعد ثلاثة او اربع شهور يجهز حسب برضو شروط المول او ادارة المول ممكن تديلك ماكسمان ثلاثة شهور مثلا انك تجدد يبقى ثلاثة شهور دول هو مش هيشتغل فلازم تتفقوا هيحصل ايه في الثلاثة شهور دول وتبقى كمان انت عارف هم امتى بالزبط خمس سنين او ثلاث سنين من تاريخ التسليم مثلا فتبقى انت عارف كل حاجة دي كانت طبعا نظرة سريعة على الموضوع بتاع الاستلام وازاي استلم وازاي اجرها وازاي يحمي نفسي من اي مشاكل مع المطور لان انا في الاخر انا اللي قدام المطور المطور لو نزل الغرامة انت اللي هتدفعها مش هو انت اللي ملزم انت تجيبها منه بقى ما تجيبهاش منه مش دي المشكلة لكن انت قدام المطور لازم تدفع الغرامة دي لو ما تدفعتش هتبقى انت المسؤول انت المسؤول قدام المطور وممكن يعملك مشاكل وممكن يقفلك المحل ممكن جدا يعني فانت لازم تخلي بالك من الحاجات دي وطبعا ياريت تشوف محامي يعني انا قلت قبل كده دايما ندي كل حاجة للتخصص لو تقدر تدفع لمحامي يرجع لك الكلام ده يرجع لك العقد ويحميك ويحمي المستأجر كمان علشان ما تفاجأش باي حاجة الموضوع العاصمة ده موضوع جديد على مصر والكتلة الضخمة من المحلات ومن الابراج والمكاتب كتلة ضخمة جدا عمرها ما حصلت في مصر فتوقع ان هيحصل مشاكل كتير فلازم تحمي نفسك شوية ورق مش هيخسروك حاجة ولو محامي هيكلفك اي حاجة اي مبلغ مهما كان كله في مصلحتك تتمنى طبعا اكون قدرت اوصل لكم اللي انا عايز اقوله واكون افدتكم فعلا وطبعا كالعادة ما تنساش اشتراك في القناة تفعيل الجرس ولايك لو عجبك الفيديو وطبعا اشتراك في قنوات التواصل بتاعتي موجودة كلها تحت الفيديو وتعمل شير لازمالك علشان الكل يستفيد واشوفكم الفيديو الجاي شكرا اشتركوا في القناة